وإلى تغطيتنا لهذه الليلة حيث لا نهاية للدعم القطري لجماعات الإرهاب وسلسلة الانتهاكات المتواصلة لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وغيرها من القوانين والعراف الدولية لم تردعها حتى الآن إجراءات الدول العربية حق الإمارة الماركة فبحلول هذا المساء مثاء الثلاثاء جمعت مصر أدلة تورط الدوحة في تمويل ودعم الإرهاب في ليبيا على حدودها الغربية تقرير مفصل عن دعم قطر لجماعات الإرهاب في ليبيا قدمه مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن ونتابع المزيد من التفاصيل في الوثيقة في العرض التالي مع زميل رجاء رمزي أهلا بكم مشاهدين الكرام في اجتماع عقدة بنيورك تحت مسمى تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا برئاسة السفير عمر أبو العطى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع وزع السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية وزع قائمة على المشاركين في الاجتماع توضحوا الانتهاكات القطرية في ليبيا تفاصيل دعمها للجماعات الإرهابية هناك نستعرض مع حضاراتكم أبرز بنود هذه القائمة في العرض المعلوماتي التالي أول هذه البنود هو نجاح قوات حرس الحدود المصرية في ضبط بناطق خرطوش تركية الصنع وذخائر باكستانية تم نقلها من باكستان إلى قطر ثم أعيد نقلها من قطر إلى ليبيا ثاني البنود هو مصادرات السلطات التونسية عام 2014 لبنادق هجومية طراز فنفال كان قد تم توريدها إلى قطر عام 1981 ثالث هذه البنود جاء في نص القائمة استمرار تدخل القطري في الشأن الداخلي الليبي أثناء فترة الثورة على النظام القدفي عن طريق دعم مجموعات مسلحة بالأموال والسلاح رابعا نجاح القوات المسلحة الليبية في ضبط أسلحة في كل من بنغازي وشرق ليبيا كانت في طريقها إلى سوريا كان مكلفا بنقلها أحد الألوية المسلحة هناك تحت قيادة الإرهابي إسماعيل الصلابي المدعوم من قطر خامسا تنفيذ القوات القوية القطرية لطلعات قوية من قاعدة العديد القوية بالدوحة على عدد من المطارات الليبية منها مطار معيتيقة بترابلوس ومطار بنينة ببنغازي سادسا نجاح القوات البحرية اللبنانية في ضبط شحنة أسلحة من ضمنها بندقية هجومية ترازفنفال على متن سفينة البضاء على طفالة حيث كانت هذه البندقية واحدة من شحنة أسلحة مصدرة لقطر من بلجيكا عام 1979 سابعا قيام مجلس الأمن الدولي بالتحري عن تورط قطر في نقل مواد واحتياجات عسكرية جوا من ليبيا إلى سوريا اعتبارا من عام 2012 ثامنا تورط قطر في إعادة تصدير ذخائر باكستانية الصنع بدون تصريح من بلد المنشأ إلى ليبيا تاسعا تأكيد عدد من مسؤولي وزارة الدفاع الليبية على تورط قطر في دعم المعارضة المسلحة الليبية أثناء الثورة على النظام القذفي بتقديم شحنات جوية عسكرية تضمنت صواريخ مضادة للدبابات طراز ملن إذن مشاهدين كان هذا كل ما لدينا فيما لاوصل بالانتهاكات القطرية في ليبيا وأبرز مند القائمة المصرية المقدمة كان ذلك في اجتماع تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا والذي عقد في نيويورك